قانون هس تعتمد العديد من الحسابات الكيميائية على قانون وضعه العالم الألماني هس، وينص هذا القانون على أن قيمة حرارة التفاعل أو التغير في المحتوى الحراري أو التغير في الإنثالبي لأي تفاعل كيميائي تحت ضغط ثابت يساوي كمية ثابتة سواء تم التفاعل في خطوة واحدة أو عدة خطوات التغير في المحتوى الحراري أو التغير في الإنثالبي عرف العلماء المحتوى الحراري H أو الإنثالبي بأنه كمية الطاقة المختزنة في المادة وتتمثل في طاقة الذرات وطاقة الجزيئات أي طاقة الروابط بين ذرات الجزيئ وطاقة المركبات أي طاقة الروابط بين الجزيئات عرف العلماء أيضاً المحتوى الحراري H بأنه الطاقة المختزنة في مول واحد من المادة حيث إن المول هو وحدة أساسية في النظام الدولي للوحدات ويستخدم في الكيمياء للتعبير عن وحدة قياس كتلة المادة فهو كتلة المادة التي تحتوي على عدد أفوغادرو 6 في 10 أس 23 من الوحدات البنائية للماد عنصراً كانت أم مركباً فلو أردنا تعريف المول لكل ذرة فنستطيع القول بأنه كمية من العنصر كتلتها مقدرة بالجرام وتساوي عددياً الكتلة الذرية النسبية له وتحتوي على عدد أفوغادرو من الذرات فعلى سبيل المثال بالنسبة لذرة الكربون فإن كتلتها الذرية 12 جراماً لذا فإن واحد مول من الكربون يساوي 12 جراماً أما لو أردنا تعريف المول لكل جزيء لقلنا إنه كمية من المادة مقدرة بالجرام وتساوي عددياً الكتلة الصيغية ويحتوي على عدد أفوغادرو من الجزيئات فمثلاً بالنسبة للماء فإن الوزن الجزيئي له يساوي 2 في 1 زائد 16 يساوي 18 جراماً إذن واحد مول من الماء يساوي 18 جراماً وبما أن عدد الذرات أو الجزيئات الموجودة في مول واحد تساوي عدد أفوغادرو فإن المول الواحد من أي مادة تساوي نفس العدد عدد أفوغادرو مع اختلاف أوزانها ويرجع اختلاف قيمة المحتوى الحراري من مادة لأخرى لاختلاف عدد الذرات والجزيئات والمركبات ونوع الروابط في المركبات في كل مادة لحساب قيمة التغير في المحتوى الحراري ΔH لأي مادة يتم استخدام القانون الذي ينص على أن الفرق في المحتوى الحراري لأي مادة هو ناتج طرح التغير في المحتوى الحراري للنواتج HP ناقص التغير في المحتوى الحراري للمتفاعلات HR تطبيق على قانون هس يمكن احتراق الجرافيت مباشرة منتجا ثاني أكسيد الكربون أو عبر عدة خطوات حيث ينتج أولا أول أكسيد الكربون ثم ينتج بعده ثاني أكسيد الكربون فيكون انثل بالتفاعل الكلي في الحالتين متساويا وهذا هو قانون هس ترجمة نانسي قنقر